شيخ محمد فضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وأستنى بسنته إلى يم الدين خلق الله وهذا الجنس البشرية لحكمتين عظيمتين الحكمة الأولى مشتركة من الإنس والجن وهي العبادة فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والثانية مختصة من الإنس وهي الاستخلاف في الأرض وأساس ذلك ودعامته الأسرة وهذه الأسرة أساسها عقد بين طرفين ومنه تتشعب أفراد الأسرة وهذا العقد ميزه الشرع عن غيره من العقود وسماه الله ميثاقا غليظا ورتب عليه كثيرا من الأحكام في الحياة وبعد الممات وجعله سببا لربط الوشائز والصلات فبه توصل الأرحام وبه يحمى الضمان وقد مهدت الشريعة لهذا العقد تمهيدا عظيما فأوصل الله كل واحد من الطرفين بالإحسان إلى الآخر فقال تعالى وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ لَدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَلْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ تُفُرُجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَإِنَّ الْمَرَأَةَ خُلِقَتْ شيئًا ينافر طبعه وأن لا يسمع شيئًا يكرهه ولا يرى شيئًا يكرهه عليه أن يتعجل لدار القرار ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون أمام الخالط الناس في هذه الدار ولا بد أن يهد ما يلائمه وأن يهد ما ينافره وتسليته عما ينافر طبعه وأن الطرف الآخر سيصبر منه هو على مثلها ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة ربلا أن تعدم عائبه ولست بمستبقنا خلات الأمه على شعة أي الرجال المهذب وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم أوصى النساء بالقيام بحقوق الأزواج فقال له كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد من الناس لأمرت المرأة أن تسجد لسوجها وقد بين أهل العلم مقاصد الأسرة في الشرع في الستة المقصد الأول امتثال لأمر الله في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء والمقصد الثاني الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله يا مشار الشباب وإن استطاعا منكم بها أتى فليتزوج ولقوله يتزوج الولودة الودودة فإني مكاثر بكم الأمام والقيام والمقصد الثالث طلب النسل لقوله إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث علم ينتبع به ولد صالح يدعو له صدقة في جارية والمقصد الرابع يعفاف نفسه عما حرب الله عليه والذين هم لفروجه محافظون إلا على أزواجه مع مملكة إيمانهم والمقصد الخامس يفاف الطرف الآخر فهو من التعاون على البر والتقوى والمقصد السادس بناء الأسرة على منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والله بيّن أن الحقوق والواجبات مشتركة فقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معاير الاختيار التي يختار كل طرف من الطرف الآخر على أساسها فقال في الرجل إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه وإلا تبعلوه تكون فتنة في الأرض يفساد كبير وقال في المرأة تنكحو المرأة لأربعين لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فالفر بذات الدين تربت يداك والموضوع طويل بارك الله فيك شيخ محمد